أهلا بكم في حلقة جديدة من لم الشمل ونبدأها بالعنوين الكوادر الطبية في ريف حلب تواصل الاحتجاج وتعترض على التمييز في الرواتب وقفات احتجاجية وبيان موجه لرئاسة التركية يطالب بتحقيق المساواة أزمة المياه تتفاقم في مناطق شمال غربي سوريا تقاعص فج من الجهات المسؤولة لإنقاذ المنطقة من كارثة بيئية وإنسانية باتت على الأبواب إذن كانت هذه أبرز الملفات التي سنناقشها لكن لنبدأ أولا بجولة سريعة على أهم الأخبار المحلية في نشرة أحوال توفي شخص وأصيب ثلاثة آخرون وذلك من جراء انفجار صهريجي محروقات على طريق حمص طرطوس أمس الأحد وأفدت وزارة الداخلية تابعة للنظام بأن الحدثة نتج عن تصادم صهريجي محمل بمادة الفيول بشاحنة محملة بمادة الغاز وسيارة خاصة من نوع تويوتا عند جسر أرزون على طريق عام حمص طرطوس ما أدى إلى نشوب حريق بين المركبات الثلاث ووقوع خسائر بشرية ومادية بالإضافة إلى تعطل الحركة المرورية على الطريق العام ذهابا وإيابا قال فلاحون من اللذقية لموقع تلفزيون سوريا أن مؤسسة المياه التابعة للنظام قطعت مياه الريء المخصصة للأراضي الزراعية لتقوم بضخها لأراضي تابعة لعائلة الأسد في القرداحة كما أشارت المصادر إلى أن قطع المياه الحاصل تسبب بجفاف أراضيهم وتكبيدهم خسائر تقدر بمئات الملايين مضيفة أنهم قاموا بتقديم شكاوى لمديرية المياه لكن من دون جدوى كما كشف الفلاحون أن السد بحمر مياهه تتحول تلقائيا لأراضي عائلة الأسد وهي ضيع كلماخ والقرداحة إلى عين العروس مشيرين إلى أن خطوط مياه الريء تخضع للمحسوبيات في مناطق الساحل السوري قالت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا أن حاجزاً تابعاً لميليشيا القاطرج استدفى رتلاً من الصهاريج المحملة بالمحروقات تابعاً لميليشيا الدفاع الوطني على طريق ذير الزور الميادين أضفت المصادر أن الاستهدافة تسبب بإصابة غالبية الصهاريج وتسر بكميات كبيرة من المحروقات المهربة إلى جانب وقوع اشتباكات محدودة بين الطرفين من دون ورود معلومات عن حدوث إصابات هذا وبينت المصادر بأن ميليشيا قاطرج تنشر حواجز لها على طريق دير الزور البوكمال لمنع تهريب المحروقات إلا عن طريقها والتفرد بتجارتها قال مزارعون من ريف محافظة الحسكة لموقع تلفزيون سوريا قالوا أن الإدارة الذاتية لم تصرف لهم حتى الآن فواتير محاصيلهم من القمح بالرغم من مرور أكثر من شهر ونصف شهر من تاريخ التسليم وضف المزارعون أن تأخر صرف الفواتير سيسبب خسائر لهم نظرا لاختلاف سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية من تاريخ تسليم المحاصيل وإلى الآن متهمين الإدارة الذاتية باللعب على عمل الوقت لاستغلال فرق سعر الصرف وشراء المحصول بمبالغ أقل هذا وبررت مراكز صرف الفواتير هذا التأخير بعدم توفر سيولة مالية في الوقت الحالي وفقا للمصادر كشفت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا أن مجهولين سرقوا كابلات كهربائية بريف الرقة ما تسبب بقطع تيار الكهربائي عن 19 قرية منذ أكثر من يومين قال مصدر من لجنة الكهرباء في مجلس الرقة المدني إن عمليات التعدي طالت نحو 33 مترا من كابلات الأعمدة الكهربائية والنواقل المخصصة للقراء في منطقة القادسية والحمرات في حين اتهم السكان شخصيات نافذة تتبع لقصد بالوقوف وراء سرقة كابلات الكهرباء مشيرين إلى أن هذه الحادثة هي الرابعة من نوعها خلال شهري تموز وحزيران تشهد محافظة السويداء أزمة نقل حادة أرجعها مسؤول النظام إلى شح المازوت وعدم توفر الكميات المطلوبة لوسائل النقل العامة نقلت صحيفة الوطن الموالية عن رئيس نقابة عمال النقل في اتحاد عمال المحافظة سليم العربيد أن نقص المازوت يمنع سائقية التاكسي من تحقيق مخطط النقل لكل خط زاعما أن تخفيض مخصصات المحافظة والتأخير في وصول المازوت الذي يتم توزيعه مرة كل عشرة أيام تسبب في تفاقم الأزمة في حين يشير الأهالي إلى أن أجرة ركوب التاكسي تتراوح بين خمسة آلاف وثمانية آلاف للراكب الواحد حسب المسافة على أقل تقدير أعلن رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات في دمشق كمال أنبولسي أعلن أن العديد من مطاعم الوجبات السريعة تضطر إلى رفع أسعارها وذلك لعدم ملاءمة التكاليف والمستلزمات مع تسعيرة محددة من قبل وزارة التجارة الداخلية بدورها شددت وزارة النظام على أن عقوبة مخالفة الأسعار تشمل الأغلاق والغرامات المالية وتصل إلى السجن هذا ويصل سعر صندوشة الفلافل في بعض المحال إلى 2500 ليرة سورية علما أن تسعيرة النظام تتراوح بين 1700 إلى 2000 وذلك بحسب الصحيفة أفاد وزير داخلية في ولاية بافاريا الألمانية وكيم هيرمن أن السوريين تصدروا قائمة طالبي اللجوء من من وصلوا إليها خلال العام الجاري أشر الوزير إلى أن أعداد طلبات اللجوء بلغت للمرة الأولى في بافاريا منذ بداية العام الجاري لغاية حزيران أكثر من 84 ألف طلب لجوء بزيادة وصلت لنحو 43.5% عن العام السابق في حين شكلت سوريا وأفغانستان والعراق أكثر الدول التي جاءت منها طلبات لجوء وفقا لهيرمن ختام نشر التحوال لحلقة اليوم أما الآن فإلى ملفات الليلة ونبدأها بتصاعد احتجاجات الكوادر الطبية في مناطق شمال غربي سوريا اعتراضا على تدني الرواتب ونقص الكوادر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة